بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بيكو على قناة صحبت الكرشي معاكو سلوة الفحام بيسعيدني وشارفني دايما متابعيات قرية على القناة وبتمنى منطبنا التوفيق في كل شي بقدمه لكو بازن الله ان شاء الله هنشتغل مع بعض شنطة باستخدام طاقم جلد الطاقم مقوم من ايد الايد دي حوالي طولها سبعين سنتي تقريبا وكمان في قاعدة للشنطة بالشكل ده يعني القاعدة دي لو شفنا الابعاد بتاعتها هنا حوالي سبع وعشرين الطول وهنا العرض ده حوالي تلتاشر سنتي يبقى الطاقم مقوم من الايد اهو والقاعدة وكمان فيه شرشوبة كده اهي شكلها جميل قوي وهنا فيه اتنين كابسونة عشان نقفل الشنطة من فوق وهنحتاج طبعا حلقتين بالشكل ده سهلة الفتحة او حلقات مغلقة واحنا هنسبتها ان شاء الله واحنا شغالين الشنطة الحقيقة كتير بيسألوني الخامات الجميلة دي اتمنين الحقيقة الخامات دي اتمن جوب على الفيسبوك اسمه جوب ناهد حمدي كورشي ماركت خاماتها جميلة جدا فانا ان شاء الله هسيبلك اللينك الجوب في الديسكريبشن بوكس عشان لو حابة ان انت تشتغلي معي زي دوت او لو حابة كمان تشوفي خاماتها الجميلة فهسيبلك زي ما اقتلك اللينك بتاع الجوب ان شاء الله في الديسكريبشن بوكس نبدأ كده ونشوف هنشتغل الشنطة دي ازاي وهنستخدم خيط ايه انا هشتغل بخيط بخيط خيش يعني يعتبر متوسط الصمك تمام وعايزين بقى نبدأ كده نشوف هنشتغل ازاي دي القاعدة القاعدة الحقيقة لو عدتي عدد الفتحات اللي موجودة فيها هتلاقيهم ستة واربعين فتحة تمام انا هشتغل هعمل اتنين غرزة حشو في كل فتحة فلو اشتغلنا اتنين غرزة حشو في كل فتحة هيبقى الاجمالي عدد غرزة حشو عندي اتنين وتستعين غرزة حشو وهعمل كمان تزايد في الاركان هنا يعني في كل رقنا هزود كمان غرزة هنعلم مكان الفتحة اللي هنزود فيها غرزة حشو كمان عشان التزايد يكون مزبوط هنا وهنا يعني الفتحة اللي قدام ايه الجزء دي على طول اه هنا وهنا كمان تمام بالشكل ده يبقى تاني عدد الفتحات هنا ستة واربعين فتحة انا هشتغل اتنين حشو في كل فتحة فيبقى عندي اجمالي غرزة حشو اتنين وتستعين غرزة حشو هزود كمان غرزة اضافية هنا وهنا 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 يعني اربع غرز اضافية فيبقى عدد الغرز الحشو كلها تبقى ستة وتسعين غرزة حشو انا ليه بقولك الاعداد عشان انا الغرزة اللي هشتغل بها الشنطة ان شاء الله هتبقى محتاجة عدد من الغرز يقبل الاسم على ثلاثة عشان تغزبك معينا يعني فكده 96 ده رقم مضبوط بالنسباني هيقبل الاسم على 3 فالشغلة هيكون مضبوط بإذن الله نبدأ كده الشغلة هنشوف هنشتغل ازاي انا هبدأ في الاول بس بقبها رقم 3 ونص لكن هكمل شغل بقبها رقم 4 عشان بس الفتحات ايه ما توسعش مني ايه هنجيب الخيط اهو بسم الله هعمل في الاول كده عقدة بداية حاول اضايقها كده اهو هبدأ من اي آآ مكان هنا مسلا هبدأ من هنا مسلا اهو هبدأ واعمل في كل فتحة اتنين غزة حشو هبدأ هنا واسحب الخيط كده هيبقى عندي لفتين على الابر بليف الخيط وطلعه من اللفتين ودي كده اول غزة حشوة عندي تمام في نفس المكان كمان غزة حشو والخيط ده هاخده معايا وانا شغالة استطل التانية ان شاء الله كده عملنا اتنين غزة حشو في الفتحة اللي بعدها برضو اتنين غزة حشو واحد اتنين الفتحة اللي بعدها اتنين حشو واحد اتنين وهكزا هشتغل الشنطة كلها ده سوية مش كلها طبعا هنبدأ بس لغاية ما نوصل للعلامة اللي احنا معلمينها كده اهو كل فتحة اتنين حشو واحد اتنين شايفة زي هكمل لغاية ما وصل للعلامة الاولى هنا وصلنا هنا للفتحة اللي انا معلماتها الاولى اللي قلت لك هعمل فيها تزاود يعني هعمل بدل اتنين حشو هعمل تلاتة خلي بالك معي اهو هنا بسحب الخرط كده وبريحه كده عشان ايه ما يبقاش مشدود كده اهو واحد في نفس المكان واريحه برضو كده اتنين وفي نفس المكان كمان غرص زي بقى كده تلاتة احنا كده عملنا في الفتحة دي تلات غرص حشو وهبدأ تاني اكمل اتنين حشو في كل فتحة لغاية ما وصل هنا هعمل تلاتة وبعدين اتنين حشو في كل فتحة لغاية ما وصل هنا هعمل تلاتة اتنين هنا في كل فتحة من دور ونجح نقفل الساطر ده سوا ان شاء الله تمام كده خلصنا السطر الاول زي ما اتفقت معيك هنقفل السطر ده الاول ازاي هنقفله بغوزة منزلقة فاول غوزة حشو انا كنت عاملاها اهيت بسحب الخط من الغوزة الاولى كده ومنلفة اللي على الابن كده احنا خلصنا السطر الاول وبقى عندي عدد الغوز 96 غوزة حشو زي ما اتفقت معيك طيب السطر التاني بقى وده السطر الغوزة اللي هنبتني نشتغله خلي بالك معي هنشتغل ازاي هنهتفع اتنين سلسلة واحد اتنين هلف الخط على الابن وفي نفس الغوزة دي اللي انا قفلت فيها نفس المكان اللي هتفعت منه هدخل كده واسحب الخيط بقى عندي ثلاث لفات على الابن هلف الخط على الابن وعدم هفوت واحد اتنين بفوت غوزتين اهم في التالتة هنا هدخل كده واسحب الخيط كده بقى عندي كم لفة على الابن خمس لفات واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هلف الخيط وأصحابه من الخمس لفات كده مرة واحدة وبعدين أعمل سلسلة كده إحنا سبنا هنا غرزتين أهم هاجع تاني وأشتغلهم هشتغل إزاي بلف الخيط على الإبرة كده ومن الخلف أجع كده من الخلف وأشتغل فوق الغرزة الأولى اللي أنا سبتها أشتغل عمود بلف الخيط على الإبرة وأجع برضو تاني للغرزة التانية اللي أنا سبتها وأشتغل فوقيها عمود بالشكل ده تمام طيب هكارل معاك تاني هلف الخيط على الإبرة دي آخر غرزة أنا اشتغلت فيها أهي آخر غرزة اشتغلت فيها في نفس الغرزة بدخل فيها كده وأصحب الخيط ألف الخيط أسيب واحد اتنين هسيب واحد اتنين في الثالثة هنا أسحب الخيط وأتأكد إن هم خمس لفات على الإبرة ألف الخيط وأطلعهم من الخمس لفات كده مرة واحدة وأعمل سلسلة من سهج طبعا مهمة جدا كده أنا فوته غرزتين تحت أهم هشتغل فوق كل واحدة فيهم عمود ألف الخيط كده وأجع من الخلف هنا كده وأدي الغرزة الأولى وأشتغل عمود ألف الخيط على الإبرة وأدي هنا الغرزة التانية وأشتغل العمود بالشكل ده تاني خلي بالك معايا أهي آخر غرزة اشتغلت فيها أهي هلف الخيط كده على الإبرة هنا أصحب الخيط وبعدين أفوت واحد اتنين لفت الخيط على الإبرة وفي الثالثة أسحب الخيط هلاقي خمس لفات على الإبرة لف الخيط وأطلعهم من الخمس لفات كده ومنساش السلسلة أعملها وبعدين هنا أجع تانية للغزتين دول بس من خلف الشغل كده موضوع سهل جدا إن شاء الله آه أدي العمود الأول وآدي العمود الثاني تمام وهكمل السطل كله بالشكل ده آه هلف الخيط على الإبرة واحد اتنين هنا في الثالثة خمس لفات أهم هلف الخيط وطلعوا كده من الخمس لفات وأعمل سلسلة وألف الخيط وأجع تاني للغزة الأولى اللي سبتها اشتغل فوقيها عمود هلف الخيط على الإبرة وأجع للغزة التانية اللي أنا فوتها وأشتغل عمود إن شاء الله يكون الشرح واضح وبسيط بإذن الله وهكامل السطل كله بالشكل ده أنا سميها غزة ياسمينة يعني مع تكاستوها هيبان شكلها وهتبقى جميلة جدا بإذن الله أكامل السطل ده ونجع نقفله سوا إن شاء الله تمام كده السطل الأول خلص معنا هنشوفها نقفله زي بس أنا حاب أشتغل معاك آخر غزة برضو آهو خلي باليك معي هلف الخيط على الإبرة هجي عند آخر غزة اشتغلت فيها وأصحب الخيط هلف الخيط على الإبرة بفوت واحد اتنين تمام وهجي هنا عند أول غزة اشتغلت فيها تمام واحد اتنين دي غزة منزلقة هجي عند أول غزة اشتغلت فيها أهو وأصحب الخيط كده يبقى عندي خمس لفات على الإبرة هلف الخيط وطلعه من الخمس لفات وأعمل سلسلة وعدين أرجع للغزتين اللي أسبتوهم دول من الخلف كده هشتغل فوق الغزة الأولى عمود وفوق الغزة التانية عمود هنا أهو وهقفل بغزة منزلقة في مركز الياسمينة الأول أو السلسلة الأولى بتاعت الياسمينة الأولى أهي هنا كده وأعمل غزة منزلقة شايفة ازاي؟ احنا كده قفلنا السطر وشكل بقى زريف جدا أهو طيب السطر التانية هبدأ ازاي؟ خلي بالك لأن دي طريقة الارتفاع لأي سطر بعد كده عشان السطر التاني ده هو اللي هيتقار معي لغاية طول الشنطة اللي احنا عاوزينه بأتفع اتنين سلسلة واحد اتنين بلف الخيط على الإبرة وفي نفس مركز الياسمينة دوت اللي احنا اشتغلنا فيه اهو بأتفع بأسحب الخيط وأتفع بيه كده بلف الخيط على الإبرة بفوت واحد اتنين هاجي هنا عند مركز الياسمينة التاني هنا او الياسمينة التانية اهو وأسحب الخيط يبقى عندي خمس لفات على الإبرة بلف الخيط وطلعهم من خمس لفات وبعمل سلسلة هنا أنا فوت الغرزتين ما اشتغلتهمش فبلف الخيط على الإبرة كده وبرجع للغرزة الأولى من خلف الشغل كده اهي وأشتغل فوقيها عمود ورف الخيط على الإبرة وباجع للغرزة التانية واشتغل عمود حابة تعلمي المكان اللي هنقفل فيه سطر ده ان شاء الله اهو اللي هي السلسلة اللي احنا اشتغلناها اي تمام طيب اشتغل معاكي تاني هرف الخيط على الإبرة هنا دي الياسمينة اللي احنا كنا شغالين فيها اخر حاجة هنا باجي في المركز وأصحب الخيط بلف الخيط على الإبرة بفوت واحد اتنين وعند مركز الياسمينة رقم تلاتة بدخل كده وأصحب الخيط بيبقى عندي خمس لفات بلف الخيط وطلعه من الخمس لفات وأعمل سلسلة بلف الخيط على الإبرة خلص بقى احنا عرفنا بنرجع تاني للغرزتين اللي احنا سبناهم وباشتغلهم باشتغل فوق كل واحدة فيه معمود اهو تاني هشتغل معيك بلف الخيط على الإبرة باجي هنا وأصحب الخيط بلف الخيط على الإبرة بفوت الاتنين دول هنا وأصحب الخيط هلاقي خمس لفات بلف الخيط وطلعه من الخمس لفات وأعمل سلسلة ولف الخيط وارجع تاني للغرزتين دول من الخلف كده شايفة زي؟ اهو ادي العمود الاول بلف الخيط وهنا العمود التاني وهكمل بنفس الطريقة دي هكمل استطر التاني بنفس الطريقة دي شايفة الشكل بقى زريف زي وغرزة الياسمينة بقت واضحة وجميلة جدا زي ما احنا شايفين كده هكمل تمام كده أنا خلصي استطر رقم اتنين ما تقليقش من التقاوز ده احنا طبعا هنعدل للشغل كده بأدينا عشان يتعدل على الناحية التانية كده طبعا كل ما هنشتغل الغرزة كل ما ايه؟ الشنطة هتتزبط معنا ان شاء الله بالشكل ده تمام طيب أنا برضو حابة اشتغل معاكي اخر غرزة في السطر التاني عشان نشوف هنقفل ازاي خلي بالك معي هنا اخر غرزة هشتغلها معاكي بلف الخيط على الابرة ادي اخر مركز زي ياسمينة اشتغلت فيه باجعله تاني تمام هنا واسحب الخيط كده بلف الخيط على الابرة هفوت واحد اتنين دي الغرزة منزلقة خلي بالك فاحنا كده عندنا غرزتين بس فضلين اهم بس بهم واوح فين اوح هنا عند ايه مكان اول غرزة اشتغلتها واسحب الخيط كده اهو هيبقى عندي كام لفة على الابرة عندي خمس لفات على الابرة هلف الخيط وطلعه من الخمس لفات كده واعمل سلسلة وانا الف الخيط وارجع تاني للغرزتين اللي انا فوتهم من الخلف كده اهو اول غرزة اهيه باشتغل فوقيها عمود وادي الغرزة التانية باشتغل فوقيها عمود هاقفل ازاي بقى احنا معلمين اهو مركز الياسمينة الاولانية اللي احنا اشتغلناها بشيل العلامة وهقفل بغرزة منزلقة هنا مكان ما انا كنت معلمة السلسلة الاولى بتاعت ايه غرزة الياسمينة الاولى اهو بسحب الخط من هنا ومن هنا كمي شايفة ازاي كده الشغل مزبوط والقفلات كلها ان شاء الله هتكون مزبوطة معاكي بالشكل ده تمام طيب يبقى دي طريقة قفلة كل سطر كل سطر هنقفله بنفس الطريقة وكل سطر الافلة هتطحل غرزة ياسمينة يعني كنا بنقفل هنا السطر الاول بقى هنا السطر التاني السطر التالت هتلاقيها طحلت ياسمينة هتطحل كل سطر ياسمينة وفي نفس الوقت مش هبان خالص مكان الافلات وهيبقى ضريف بالشكل ده طيب السطر التالت هتفع ازاي بنفس الطريقة برضو واحد اتنين بلف الخط على الابرة هاجع تاني لنفس المكان واسحب الخط بلف الخط على الابرة بفوت واحد اتنين وهنا غوزة الياسمينة التانية في المركز بتاعها باسحب الخيط هيبقى عندي خمس لفات بالف الخيط وطلعه من خمس لفات. واعمل سلسلة. هلف الخيط على الابرة اهو. واجعل الغوزة الاولى اللي انا فوتها. اهي. واشتغل فوقها عمود. موضوع سهل جدا ان شاء الله. اهو. وادي الغوزة التانية. وطبعا حاب اتعلمي مركز الياسمينة ده او السلسلة اللي اشتغلناها دي اهي. عشان هي دي برضو اللي هقفل فيها استطر ده. شايفة ازاي كنا قفلنا هنا بقينا بنقفل هنا وهكزا. وهاشتغل بنفس الطريقة بقى خلاص احنا عارفنا. اهو. وقع من السلسلة ما تنسيش بس السلسلة ديت. واعدين بلف الخيط وارجع تاني للغوزة الغوزة اللي انا كنت نفوتها اشتغل فوقها عمود. برف الخيط على الابر وبرجع للغوزة التانية. واشتغل عمود. وهكزا. تبدل يبقى اشغالة بالشكل ده كده. انا برضو هشتغل السطر التالت وارجع اقفله معايك. عشان آآ نقفله مرة تالتة يعني نأكد على طريقة القفلات السطور. وبعدين نكمل ان شاء الله. تمام كده السطر التالت خلص معي وفاضل برضو اخر الغوزة عايزة اشتغلها معاكي. اهو. هلف الخيط على الابر واجي هنا عند آآ المركز الاخير اللي انا اشتغلت فيه اهو. باسحب الخيط. بلف الخيط على الابر بفوت واحد اتنين والغوزة المنزلقة دي ما ليش دعوة بيها. وهاجي هنا عند اول غوزة اشتغلت فيها اهو. واسحب الخيط كده. برضو هلاقي خمس كفات على الايه بقى بلف الخيط واطلعه من الخمس كفات كده. واعمل سلسلة. تمام? وبعدين بلف الخيط واجي على الغوزة اللي انا سيبتهم دول. هنا. باشتغل عمود. والغوزة اللي جنبها كمان عمود. وهنقفل ازاي بقى? اهو. خلاص احا اتفقت معاكي بنقفل ازاي? هنا. باشيلي العلامة. وااجي هنا واعمل غوزة منزلقة. الشكل ده. شايفة ازاي? اهو. تمام? طيب. برضو ارتفع معاكي لسلطة الرابع. خلي باليك معي. واحد اتنين. بلف الخيط على الابة. اسحب الخيط كده. بلف الخيط. اسيب واحد اتنين. مركز النجمة اللي بعدها. او اللي ياسمينا اسفل. يبقى كده خمس لفات. اهو. اعمل سلسلة. بلف الخيط واجع الغوزتين اللي انا سيبتهم واشتغل عوامد. بالشكل ده. يبقى دي طريقة قفلة السطر وبداية السطر. طبعا بتعلمي ايه? بتعلمي هنا السلسلة اللي احنا عملناها دي عشان هقفل فيها السطر ده ان شاء الله ما خلصوا. وهتبدأ يشغالها بنفس الطريقة دي. شايف ادي ايه شكلها جميل? وطبعا بتادي التتقوص للداخل كده. اهو بيدينا بنزبطها بتبقى بالشكل ده. اتمنى ان شاء الله تكوني الغوزة شكلها بسيط واعجبكم بازن الله. والشاح لها واضح وسهل. هكمل بقى الغوزة اللي اتفاعل انا عوزة للشنطة. ونرجع نكمل بازن الله. تمام كده? انا قررت السطر اللي احنا اشتغلناه. لغاية ما وصلت لطول المناسب للشنطة. يعني هنا طول حوالي اه بقى خمسة وعشرين سنتي. طبعا انت عايز تطويل يعني كده ما فيش مشكلة خالص. هنكمل ازاي? هبتدي بقى اشتغل آآ سطر من غوز الحشو. هنشوف ازاي? هبدأ هنا. انا اخر غوز اشتغلتها اهي. هبدأ واتفع سلسلة. وفي نفس المكان هعمل اول غازة حشو. بسحب الخط كده وبلف الخط وطلعه من اللفتين. دي كده اول غازة حشو. حاب اتعلميها عشان متطلق بطيش مفيش مشكلة. بعد كده فوق العمود الاول هعمل غازة حشو. فوق العمود التاني هعمل غازة حشو. وبعدين هنا في السلسلة اللي هي بتاعت غازة ليسمينة دي بعمل غازة حشو. وهكزا. بتدل اشتغل غازة حشو بالشكل ده. فوق العمود الاول هنا. غازة حشو فوق العمول التاني غازة حشو وهنا في مركز الياسمينة هعمل غازة حشو. هشتغل السطر كله والشكل ده. هنا غازة حشو. شايفة ازاي? بالشكل ده. تمام? هكمل السطر كله انها جاعة نقفله سوى ان شاء الله. تمام? كده انا وصلت هنا لاخر السطر. هنقفل بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو احنا اشتغلناها. اهيت. بس حب الخيط منها ونلفع الى على الابرة بالشكل ده. كده يبقى ده اول سطر من غرزة حشو. هبتدي الوقت اقتفع سلسلة. وفي نفس المكان في اول غرزة حشو دي او اخر غرزة حشو قفلت فيها. هبتدي اشتغل فوقيها غرزة حشو. وفوق كل غرزة حشو. هبتدي اشتغل غرزة حشو. يعني السطر التاني كله هيبقى برضو غرزة حشو. شايفة ازاي? وهكمل بالشكل ده. وهشتغل حوالي تلات او اربع سطور من غرزة الحشو. ونجح نكمل ان شاء الله. وكل سطر طبعا بنقفله بنفس الطريقة. بغرزة منزلقة في اول غرزة حشو اهي. ونهتفع سلسلة ونبدأ الغرزة اللي سطر جديد من نفس الغرزة ده هنا. زي ما قلت لك هنشتغل حوالي تلات او اربع سطور من غرزة الحشو. ونجح نكمل ان شاء الله. تمام كده انا اشتغلت تقريبا واحد اتنين تلاتة اربعة اربع سطور من غرزة الحشو. تمام? بعد كده استطل الاخيرة هشتغل وغرز منزلقة. عشان بس الجزء اللي هيكون متماسك كده. طرف الشنطة يعني. هنشوف ازاي? هنا. انا قفلت هنا منزلقة. هبدأ من الغرزة ديت واشتغل غرزة منزلقة. بدخل كده في غرزة الحشو بالابرة. باسحب الخة من هنا وكمان من اللفها العابرة كده على طول. تاني الغرزة اللي بعدها هنا بسحب الخة كده وبنلفة على الابرة كده على طول. بس ما شدش ايدي عشان ايه ما يبقاش الغرزة سطر ده شادد يعني. الغرزة اللي بعدها اهيه. هنا اسحب الخة كده وبنلفة ايه? یا الابرة كده. تاني اهو. بالشكل ده شايفة ازاي? عشان بس الجزء ده يكون متماسك بالشكل ده. تمام? هكمل. تمام كده? وده الشكل بعد ما خلصنا الغرز المنزلقة. تمام? خلص كده احنا خلصنا الشنطة تقريبا. هنقص بقى الخيط. وهتفع بيه كده الفوق عشان نشوف هننهي الشغل بتاعنا ازاي? هتفع بيه كده. وهشبكو في الايبة ايبة التنظيف متعودين زبط بيها خيطنا. اهي. كده بقى لك معايا. هنيجي هنا. هنيجي هنا. دي الغازة اللي طلع منها الخيط. اهي. هسيب الغازة دي. الغازة اللي بعدها اجي كده بالخيط من الخلف كده. شايفة ازاي? اهو. وايجي تاني للغازة اللي هو كان طلع منها الخيط اهي. في المنتصف هنا واجع الخيط ده ايه للخلف? بالشكل ده. وهحاول طبعا ازبط الغازة دي عشان تبقى ايه منصطقة زي بقية الغاز بالشكل ده. شايفة ازاي? اهو. طبعا الخيط دوت من داخل الغاز هنضافه كويس جدا بالابة كده. هندخله بين الغاز على قد مقدة عشان يتثبت كويس جدا. اهو. هدخله على قد مقدة بين الغاز جوه الشنطة. تمام كده? وده شكل الشنطة بعد ما خلصناها. وهنا القاعدة زي ما احنا شايفين كده. جميلة جدا. طيب. كده بس فاضل ان انا اهكب بطانة للشنطة لان طبعا يستحسن ان انا اهكب بطانة عشان خيط الخيش طبعا من جوه يبقى شكله زيف. فهنشوف كده البطانة هننفزها ازاي وهنركبها ازاي ان شاء الله. علشان نقص البطانة في الاول بنعمل آآ القاعدة. شايفة ازاي? يعني ممكن قبل ما تبدي تشتغلي على القاعدة اللي احنا اشتغلنا عليها بتاعة الشنطة. تغلي مقاسها وتقصي عليها قطعة قماش من البطانة بالشكل ده. شايفة ازاي? بنفس المقاس بتاع ايه بتاع القاعدة. وبعد كده هتقيسي المحيط بتاعها. تقيسي الدوام بتاعها ده كله كده وتقصي قطعة مستقيمة آآ مستقيمة آآ بطول الشنطة. شايفة ازاي? وتقصي سراجيها. انا هنا حتى سرقتها كده اهو. يعني مش شغالة على المكانة او الحاجة. سرقتها مجرد سراجة عليها جدا. تمام? يبقى انت قبل ما تشتغلي. الحقيقة انا نسيتها قصة فبعد ما اشتغلت عملت القطعة دي وزبطتها على القاعدة. لكن انت ممكن قبل ما تشتغلي على القاعدة. تقصي قطعة آآ قماش كده. اهي. وزي ما قلت لك هتقيسي المحيط بتاعها وتشتغلي قطعة مستقيمة. تقصي قطعة مستقيمة من الخيط نفس من القماش. وتسراجيها هنا. وطبعا في النهاية هنا القطعة برضو ايه? بنشبكها مع بعض كده. وبعدين هنتني جزء من فوق كده. الشكل ده. ونبدأ بقى ايه? نزبط كده البطانة. وندخلها في الشنطة بنفس الشكل ده يعني الشنطة اهي كده. احنا هنجيب البطانة اهو. وهندخلها كده. بنفس ايه الشكل كده. طبعا نحاول نزبطها. هتلاقي قاعدة مزبوطة على القاعدة بالزبط اهو. شايفة ازاي? مجادة انت بس تزبطيها. وتوعا هنسرج القاعدة ازاي من هنا كده. يعني هنسيب الجزء ده كده عشان هنسبت فيه الكابسونة بتاعة الشنطة. فمن اول السطر بتاع غواز الحشو ده نبدأ نسبت بالخط والقبل العاديين. يعني انا هبتدي سبتها بالخط والقبل العاديين كده. لو عندك خطة صياد وفيع بيبقى قوي جدا وزعيف ممكن تسبتي به. فزي ما قلت لك لو البطانة مزبوطة ان شاء الله هتبقى مزبوطة جدا في الشنطة. شايفة ازاي? اهو. بالشكل ده. فانا هسرجها واجع شكلها ان شاء الله. تمام كده انا ركبت البطانة بقى شكلها كده من الداخل. والشنطة بقت بشكلها كده. احنا خلصناها خلاص يعتبر يعني. فاضل بس ان انا اركب الحلقات اللي انا هركب فيها ايد الشنطة. طبعا انا هنا هستخدم حلقات سهلة الفتح. لكن لو مش متاحة عندك. اهو انت شغل الغرز الحشو ديت. اه في تاني سطر تقريبا كده. سبتي ايه الحلقة اللي هي ايه المغلقة اللي هتبقى متاحة عندك لو اهو سهلة الفتح دي مش متاحة. فانا هبتدي اركب الحلقات دي هنا وهنا. وهنشوف ازاي. تمام كده انا اركبت الحلقات اهية بالشكل ده. فاضل بس ان انا اركب فيها ايد الشنطة بكل سهولة. بس قبل ما اركب ايد الشنطة محتاجين بقى نركب الكابسولات ديت. فانت هتوصلني الشنطة كده. هتشوف المنتصف فين بالزبط ونحاول نركبهم ايه? بالشكل ده كده. تمام? طيب يعني هنفتح مسلا هنا. طبعا بعد ما ازبط بالزبط المقاس اهو. هاجي هنا كده. واحط الكابسونة دي. تمام? وهسبتها بنفس الخيط. يعني هنا خيط الخيش برضو والقبلة اللي هي قبلة التنظيف. هسبتها بكل سهولة. الخيط طبعا مش هيبام الجهة التانية ولا حاجة متقلقيش. فهسبت دي والجزء التاني قدامها واللتنين التانيين اللي هنا بعضو وهاجع وريكي شكلها ان شاء الله. تمام كده انا ركبت الكابسين بالشكل ده. بكل سهولة يعني اهو. وكده بفضل ان انا اراكب الايد بتاعت الشنطة. هنا. وكمان الشاشوبة. حيول اراكبها. تمام كده وخدست الشنطة معنا. هي شنطة سهلة وبسيطة جدا جدا. آآ الميزة فيها الحقيقة خيط الخيش. آآ الحقيقة شكله بيبقى مميز جدا. كمان شكل آآ خفيف جدا. يعني الشنطة خفيفة جدا. نغم ان هي تعتبر كبيرة جدا بعضو. يعني انا حاولت اشيل فيها حاجات شاريت حاجات كتير جدا. حقيقة. مناسبة جدا للفصل السيف. آآ اتمنى ان شاء الله ان هكون عجبتكو. آآ شكرا ونتقابل بازن الله على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.